اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او ما يسمى بالحكم الوطني بحيث صارت والكل اقتنع بجدوى اهمية الحركة الطلابية وتميزها عن الواقع الاجتماعي لانها بالضرورة كانت تتقدم بما تتمتع به من امتيازات الوعي والثقافة والاتصال بالمجتمع من هذا لهذه الاسباب مجتمعات كانت الاحزاب السياسية تجد في الحركة الطلابية ذراعاتها في المجتمع وفي الحركة الطلابية دعنا نسمى الاشياء باسمائها في تساطعش نيسان الف وتسعمية وثمانية وربعين تأسس الاتحاد العام لطلبة الاراق الذي كان ذراعا اواجهة للحزب الشوق الاراقي في مؤتمر ساحة السباع شهير بالضبط بالضبط وبعد اثنع عام في تلاثة وعشرين تشرين الاول الف وتسعمية وستين تأسس الاتحاد الوطني لطلبة الاراق لكن بعد مجيء البعثيون الى السلطة اقصي الاتحاد العام لطلبة الاراق او اصر البعثيون على اقصائه هذا حديث طويل لنبدأ كيف يعني بدون شك مؤتمر السباع وفي هذه اللحظة علينا ان نأترف كان خطوة متقدمة في بناء الحركة الطلابية العراقية واجتماع نخبة من المتنورين وبالمناسبة لم يكونوا جميعهم من الحزب الشيوع العراقي لكن حسب على الحزب الشيوع العراقي وحتى حضور الجواهر كان فيه محسب على الحزب الشيوع العراقي بالضبط بالضبط يعني لذلك لذلك مؤتمر السباع نبه الى اهمية وقيمة التنظيم الطلابي زد على ذلك ان وهذا يفترض ان يكتب للتاريخ مؤتمر السباع كان نقطة تحول كان نقطة تحول في اتجاهات وطبيعة الحركة الطلابية لان ما قبل هذا التاريخ نعم كانت هناك نواتات للحركة الطلابية يعني مثلا الاعدادية المركزية وهي كانت ثانوية كان لها مشاركة في الحياة السياسية وهم في مرحلة الاعدادية حينما جاء بعض من المركزيين الاوائل على سبيل المثال احسين الرحال وامين الرحال وما بعدهم المتنور رحمة الله علي عبد الفتاح ابراهيم كان ايضا معنيين في الوسط الطلابي لانهم كانوا تعلموا في الخارج وجاءوا بتجربة الخارج وبالتحديد من لبنان مؤتمر السباع هو نقطة تحول لا لا نقف عندنا نقطة مؤتمر السباع انت قلت الاتحاد الوطني لزمن او لسنوات طويلة وكان الاتحاد الوطني يثقف عندما كنا طلابا بان مؤتمر السباع لم يكن مؤتمر شرعيا وان الاتحاد العام لطلبة الاراق لم يكن اتحادا يمثل الطلب الحقيقي هل هو يعني اسمح لي اقول تدليس للمرحلة او قفز عليها او انكار لدور عناصر التقويم في مرحلة استرع سياسي كانت في غالب الاحيان تبدو في سماتها يعني الان بعد مراجعة تاريخية قد تبدو غير منطقية وغير واقعية يعني انت الان رئيس الاتحاد الوطني محمد دبدب نعم تعترف انكم كنتم تريدون ان تتجاهلوا بعض الحقائق هذا لم نكن نتجاهل او تحفزوا على بعض الحقائق نعترف نعترف بمؤتمر السباع ونعترف بدورة واهميتها لكنكم لا تعترفون بالاتحاد الوطني لان القواعد القواعد التي بنيت في في ما نصلح عليه بالتمثيل الواقعي كانت مفقودة كيف يعني على سبيل المثال يعني يعني الانتخابات الطلابية يعني الانتخابات الطلابية حينما تتم تثفي الشرعية على القيادة الطلابية هاي واحد اثنين حينما تكون من لون واحد قبل الانتخابات دعنا نتحدث قبل الانتخابات يعني هل هل تختلف او يختلف الطلاب على ان الاتحاد الذي انبثق من ساحة السباع هو الاتحاد الحقيقي ام لا سأعطيك مؤتمر السباع الان وبعد هذا المراجعة نعترف ونقول كان مؤتمر الى قيمة تاريخية واحدث تحول لكن النظرة الضيقة التي اعتمدها ما حصل ما بعد مؤتمر السباع ادت الى نكوس وتراجع الاتحاد العام كيف؟ على سبيل المثال مثلا احداث 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 ضراب الصيدة له تراجع الاتحاد العام في 53 احداث الاعدوان الثلاثي تراجع الاتحاد العام وهذه كانت مرحلة قلقة علينا ان نعترف ايضا في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي يعني ما بين 48 إلى 58 كانت مرحلة قلقة وانتاب الحزب الشيوعي سلسلة من انشقاقات وتولدات بحيث فقد القدرة في ان يؤسس وجوده السياسي والمهني على صعيد الحركة الطلابية هذه المرحلة 48 بنفس القدر نبهت نبهت إلى التيار القومي كيف يفترض ان يتفاعل مع المشروع القومي من هنا جاء في فترة ما بعد الخمسينات بدأ يلمع دور حزب البعث العربي الاشتراكي وبالمناسبة وبالمناسبة حزب البعث اساس تكونه وجوهر وجوده في الوسط الطلاع يا سيدي نعم الاتحاد العام لطلبة العراق تأسس قبل ان قبل ان تتشكل خلايا حزب البعث في العراق بالضبط وهذا صحيح وقاد الطلبة لفترة 12 سنة ماكو منظمة لهم السبق وهذا نعترف به ألم تستمد الشرعية من السبق ألم تستمد الشرعية من العموك التالي هنانا هنانا يعني علينا أن نتذكر هذه المرحلة كانت فترة الحكم الملك وخصائص العمل المهني والنيابي كانت كانت تختلف عما يطالب به المشروع الثوري أو المشروع الوطني الحقيقي لذلك يعني نعم المؤتمر السباة حق السبق وعلي وأكد أنه نقطة تحول نقطة تحول في أداء ودور الحركة الطلابية هل تريد أن تقول أستاذ محمد أن الاتحاد العام لطلبة الإراق لم يترك بصمة حقيقية على مدى الاثناش عام التي سبقت انبثاق الاتحاد الوطني هنانا هنانا خلنرجع إلى طبيعة إلى طبيعة هذا الاتحاد ونحلل بكلمات بسيطة يعني دون أن نستطرد لكثيرا من مؤتمر السباة إلى ثمانية وخمسين هي مرحلة نضال تحت الأرض لمن؟ لأحزاب للاتحاد العام لطلبة الإراق والاتحاد العام والأحزاب التي كانت تعمل ضد النظام لكن كان يشار له بالبنان الاتحاد العام لطلبة الإراق بالضبط 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 لكن أيضا الأزمة القومية والأزمة الوطنية خلقت تيارات جديدة خلقت تيارات جديدة مثلا من الذي كان ينافس الاتحاد في ذلك الوقت؟ البعثيين وهذا باعترافهم البعثيين بدأت تنظيماتهم في بداية الخمسينات في بداية الخمسينات وتوسع كنّر في الهشيم لأنه أحداث فلسطين أحداث فلسطين يعني هل تريد أن تقول لي أن البعثيين في بداية الخمسينات أكثر من الشوعيين الذي أسس حزبهم في بلاية الثلاثينات؟ أعطيك أعطيتك مثاليا يعني أعطيت مثاليا ضرابة الصيدلة قام به البعثيين أحداث الـ 56 إذا نرجع إلى الذاكرة مع أسكر السعدية في ديالة ومع أسكر راوندوز في أربيل مظاهرات الـ 56 حتى خارج العاصمة حتى خارج العاصمة أنا من مدينة بعقوبة أعتقل مجموعة قيادية من الطلاب البعثين وأعتقلوا وسيقوا إلى مع أسكر السعدية راوندوز راوندوز لأن الحدث القومي ألهب مشاعر العراقين آنذاك وعلينا أن لا ننسى أن هذه المرحلة كانت مرحلة رومانسية العقيدة والارتباط والهوية ترجمة نانسي قنقر